موسيقى أعزائي تلاميذ أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الجغرافية المعدة للصف السادس الابتدائي درسنا لهذا اليوم الموارد المائية في العراق أعزائي تشمل الموارد المائية في العراق على مياه الأمطار والثلوج والمياه السطحية والمياه الجوفية أعزائي الأمطار والثلوج والمياه السطحية والمياه الجوفية هي موارد العراق المائية نبدأ أعزائي بمياه الأمطار والثلوج تعد مياه الأمطار والثلوج المصدر الرئيسي للموارد المائية في العراق وعندما يسقط المطر عزيزي التلميذ يتسرب قسم منه إلى جوف الأرض ويستقر فيه مكونا المياه الجوفية والبعض الآخر يجري على سطح الأرض مكونا السيول والأنهار أما الثلوج عزيزي التلميذ التي تسقط على الجبال في موسم الشتاء فإنها تتجمع هناك حتى فصل الربيع ثم ترتفع درجات الحرارة فتقوم بالذوبان وتأخذ هذا الذوبان وتنحدر المياه الثلوج إلى الأنهار أعزائي نتكلم الآن عن المياه السطحية على ماذا تشمل المياه السطحية؟ تشمل عزيزي التلميذ مياه الأنهار والوديان والبحيرات أكرر على ماذا تشمل المياه السطحية؟ تشمل مياه الأنهار والوديان وأدنى المياه البحيرات إذن عزيزي التلميذ بعد أن تعرفنا على المياه السطحية ذكرنا مياه الأنهار والوديان والبحيرات نتطرق الآن إلى أنهار العراق نهري دجلة والفورات اللي نعتبر أنه هم من الأنهار أو المياه السطحية سؤال تتبع نهر الفورات من منبعه حتى ما صبه لاحظ عزيزي التلميذ نبدأ الآن بالخارطة الوطن العربي أعزائي نبدأ بنهر الفورات ينبع نهر الفورات من تركيا هناك رافدان لنهر الفورات عندما ينبع من تركيا هو فوراتسو ومرادسو فوراتسو ومرادسو يلتقيان يكونان نهر الفوراتس في الأراضي التركية ثم يدخل وطننا العربي عند قرية جرابلس في القطر السوري في سوريا بعد ذلك يتجه ويصف فيه تابعان أو رافدان هما البليخ والخابور روافد نهر الفورات في سوريا البليخ والخابور ونسمي هذا الخابور عزيز التلميذ بخابور الفورات تمييزا لخابور موجود في نهر دجلة بعد ذلك يدخل نهر الفورات الأراضي العراقية عند مدينة القائم يدخل العراق نهر الفورات عند مدينة القائم ثم يتجه باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي أعزائي يبلغ طول نهر الفورات من منبعه حتى مصبه ألفين وتسعمية وأربعين ألفين وتسعمية وأربعين طول نهر الفورات من منبعه حتى مصبه عزيز التلميذ نتعرف الآن على أهم السدود التي أقيمت على نهر الفورات في كل من سوريا والعراق أهم السدود في سوريا هو سد طبق أهم السدود في سوريا هو سد طبق بالتحديد هنا عزيز التلميذ أما في العراق فسد حديثه وسد الرمادي ويعتبر من السدود الكبيرة في العراق عزيز التلميذ سد حديثه وسد الرمادي وأيضا سدة الهندية اللي هي أقدم سدة في العراق أقدم سدة في العراق عزيز التلميذ هي سدة الهندية وتقع بالتحديد في هذه المنطقة ثم يجري نهر الفرات ويلتقي بنهر دجلة في قرمة علي مكونين شط العرب أعزائي التلاميذ بعد أن تعرفنا على نهر الفرات عزيز التلميذ أنتقل بك إلى نهر آخر من أنهار العراق الخالدة هو نهر دجلة أتعرف الآن من أين ينبع وأين يصب نهر دجلة انظر إلى الخارطة التي أمامك عزيز التلميذ خارطة الوطن العربي وكما ذكرنا أن تركيا تحد العراق من جهة الشمال ونهر دجلة والفرات النهرين ينبعون من تركيا أيضا لنهر دجلة أيضا منبعا بوتانسو بطمانسو أعزائي التلاميذ برافديين لنهر الدجلة في تركيا ويقعان إلى الجنوب الشرقي من منابع نهر الفرات منابع نهر الفرات من هنا عزيز التلميذ نهر دجلة من هنا منابعهم بعد أن يكونون نهر دجلة يدخل نهر دجلة العراق عند قرية فيشخابور إذن دخل العراق نهر دجلة عند مدينة أو قرية فيشخابور ويبدأ باتجاهها إلى الجنوب عند دخول الحدود العراقية إلى جنوب مدينة بغداد تصف فيه عزيز التلميذ خمسة روافد هي الخابور وكما ذكرت سميناه خابور دجلة تمييزا عن خابور الفرات في سوريا وأيضا الزاب الأعلى وهذان الرافدان عزيز التلميذ ينبعان من تركيا أما الرافد الثالث فهو الزاب الأسفل أو الزاب الصغير كما نسميه ينبع من إيران العظيم الرافد الرابع وينبع من داخل جبال العراق بالتحديد أما نهر دياله فينبع من إيران ويصب جنوب مدينة بغداد أكرر عزيز التلميذ روافد نهر دجلة الخابور الزاب الأعلى الزاب الأسفل العظيم وإدياله بعد ذلك عزيز التلميذ يتجه نهر دجلة باتجاه الجنوب ويلتقي بنهر الفرات عند القرمة أو القرنة مكونين شط العرب وشط العرب بدوره يصب في الخليج العربي عزيز التلميذ يبلغ طول نهر دجلة من منبعه حتى ما صبه 1900 كيلومتر أي من هنا إلى ما صبه في الخليج العربي يعني عنده ملتقل بالقرنة إلى هنا 1900 كيلومتر وبعد ذلك يكونون نشط العرب وشط العرب بدوره يصب في الخليج العربي أعزائي الآن أتعرف على أهم السدود التي أقيمت على نهر دجلة أهم السدود هو سد الموصل ويعتبر من أهم السدود في العراق وأيضا عندنا سد سامراء عند مدينة سامراء في هذه المنطقة عزيز التلميذ وسدت الكوت في هذه المنطقة ويرجع تاريخها عزيز التلميذ يرجع بناء سدة الكوت إلى عام 1939 أيضا على روافة نهر دجلة هناك السدود عندنا سد بخمة على الزاب الأعلى وأيضا عندنا سد دوكان على الزاب الأسفل وعندنا سد دربنديخان وسد دياله هنا على نهر دياله سد دربنديخان وأيضا عندنا سد حمرين يقعان على نهر دياله أعزائي بعد أن تعرفنا على نهر دجلة وعلى أهم الروافد الموجودة في نهر دجلة نبدأ الآن نتعرف على شط العرب شط العرب عزيز التلميذ هو الشط الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات ويصب كما ذكرت في الخليج العربي وعن طريق شط العرب عزيز التلميذ يصدر العراق أغلب منتجاته يصدر العراق أغلب منتجاته صادراته إلى الخارج عن طريق شط العرب أما ما هي أهم الصادرات اللي ينصدرها إلى الخارج فهي عزيز التلميذ الشعير والتمور والنفط وكذلك الكبريت عزيز التلميذ أنتقل بك الآن إلى مورد آخر هو البحيرات أولا نعرف البحيرات هي عبارة هي عبارة عن منخفضات واسعة وهي مملوئة بالمياه وهي على نوعين بحيرات طبيعية وبحيرات إصطناعية أعزائي البحيرات هي عبارة عن مساحات مائية وهي على قسمين بحيرات طبيعية كبحيرة ساوة وتقع بحيرة ساوة قرب السماوة لاحظ ذلك عزيز التلميذ بالتحديد بحيرة ساوة تقع قرب السماوة وبحيرات إصطناعية كبحيرة الرزازة والثرثار الحبانية هذه بحيرات إصطناعية الرزازة الحبانية وكذلك الثرثار بالإضافة إلى قرب سدوكان هناك أيضا بحيرة إذن أعزائي التلاميذ البحيرات هي مساحات مائية وهي على نوعين كما ذكرت بحيرات طبيعية كبحيرة الساوة قرب السماوة وبحيرات إصطناعية مثل الحبانية والثرثار وأيضا الرزازة أعزائي البحيرات الإصطناعية هي عبارة عن خزانات وتقع عند مشاريع الري الكبرى نقصد بها مشاريع السدود الكبيرة مثل مشروع الثرثار وأيضا الحبانية الآن أرد أتعرف على أهم السدود الموجودة في العراق بصورة عامة ذكرنا سدود الموجودة على نهر الفرات والسدود على نهر دجلة الآن أجمع هذه السدود نبدأ بنهر دجلة سد الموصل سد سامر سراء سدة الكوت سد حديثة سد الرمادي سدة الهندية عندنا سد بخمة سد دوكان سد العظيم وسد دربانديخان وسد حمرين على نهر ديالة اللي قلنا هو رافد من روافد نهر دجلة أعزائي الآن أتطرق إلى فوائد السدود في العراق ما هي فوائد السدود في العراق للسدود فوائد كثيرة منها تقوم السدود السيطرة على مياه الفيضانات وأيضا نستفاد منها لخزن المياه وكذلك تجهز نهر دجلة والفرات بالمياه في فترة الصيهود وفترة الصيهود عزيزي التلميذ نعني بها قلة المياه منسوب المياه في النهر ويقل منسوب المياه في النهر في موسم الصيف لارتفاع درجات الحرارة واستعمالات المياه يعني في الصيف نستعمل المياه بكميات كبيرة لذا يقل منسوب المياه في النهر أيضا نستفاد من السدود لتوليد الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى ذلك يستفاد من السدود لتنمية الثروة السمكية وكذلك نستفاد من السدود تعتبر مناطق سياحية جميلة تعتبر مناطق سياحية جميلة يذهب الناس إلا للتمتع بمناظرها الجميلة أعزائي أنتقل بكم إلى مورد آخر هو الأهوار والمستنقعات أعزائي نعرف أولا الأهوار والمستنقعات ونتعرف على آماكن وجودها أيضا أعزائي وهي مساحات مائية واسعة تقع في القسم الجنوب من العراق أهمها أهمها هور الحمار على نهار الفرات وهور الحويزة على نهار دجلة الأهوار والمستنقعات هي عبارة عن مساحات واسعة من المياه تقع في القسم الجنوبي من العراق وأهمها هور الحويزة وهور الحمار انظر إلى الخارطة التي أمامك عزيزة الميد على نهار الفرات هور الحمار هذا هو عزيزة الميد هذا هو هور الحمار يقع على نهار الفرات أما أهوار الحويزة فتقع على نهار دجلة وهي مساحات كبيرة من المياه تقع على نهار دجلة في القسم الجنوبي من العراق في محافظة ميسان بالتحديد عزيزة الميد في محافظة ميسان إذن عزيز التنميذ بعد أن تعرفنا على أهم الأهوار والمستنقعات في العراق نريد أن نتعرف أيضا على فوائد هذه الأهوار فوائد الأهوار والمستنقعات في العراق عزيز التنميذ أولا تعد الأهوار والمستنقعات هي مبازل طبيعية ثانيا يستفاد منها لصيد الأسماك وكذلك صيد الطيور يعني تأتي طيور المهاجرة من الشمال فتستقر في المناطق الأهوار والمستنقعات فيصطاد أهل الأهوار والمستنقعات هذه الطيور كغذاء لهم يستفاد منها أيضا هي مناطق سياحية جميلة تكثر فيها شقائق النعمان وخاصة في موسم الربيع مناطق سياحية جميلة غريبة بالإضافة إلى ذلك يربى فيها أعداد كبيرة من الجاموس الذي نستفاد من عنده نستفاد من حليب عزيز التنميذ في صناعة قيمر العرب والاحتواء على كمية كبيرة من الدهون حليب الجاموس وأيضا عزيز التنميذ تنتشر فيها زراعة الرز التمنعنبر في المناطق الجنوبية من العراق وأيضا يكثر فيها القصب والبردي اللي يدخل في صناعة الورق عزيز التنميذ بعد أن تعرفنا على فوائد الأهوار والمستنقعات نعرف المياه الجوفية نعرف المياه الجوفية لاحظ عزيز التنميذ المياه الجوفية وهي المياه التي تسربت إلى باطن الأرض وتظهر على شكل عيون وينابئ لاحظ عزيز التنميذ أكرر تعريف المياه الجوفية هي المياه اللي تسربت إلى جوف الأرض وتظهر على شكل عيون وينابئ أو يقوم الإنسان بحفر آبار البحث عنها فيحفر الآبار إذن عزيز التنميذ سؤال آخر أين تكثر الينابئ في العراق؟ الجواب تكثر الينابئ في العراق في المنطقة الجبلية لاحظ ذلك في هذه المنطقة بالتحديد في هذه المنطقة عزيز التنميذ تكثر الينابئ في المنطقة الشمالية من العراق والينابئ في الشمال قسم منها باردة وقسم منها حار من أهم الينابئ المعدنية هو حمام العليل في مدينة الموصل اللي ارتاد الناس للعلاج من أمراض الروماتزم أو الأمراض الجلدية ويقع كما ذكرت في الموصل حمام العليل في مدينة الموصل سؤال آخر عزيز التنميذ أين تظهر المياه الجوفية ولماذا؟ الجواب تظهر المياه الجوفية في المناطق الصحراوية لاحظ عزيزي التنميذ تظهر المياه الجوفية في المناطق الصحراوية في هذه المنطقة بالذات أما أن يقوم الإنسان بحفر بالحفر فتظهر الآبار فتظهر الآبار والسبب في ذلك عزيز التنميذ أنه المنطقة الغربية من العراق هي مناطق قليلة المطر وأيضا تنعدم بها المياه السطحية كالأنهار فلذا يلجأ أغلب السكان إلى حفر هذه الآبار وأيضا تعد الواحات عامل مهم من مظاهر التي تتوفر بها المياه ويعتمد عليها السكان سكان المنطقة الغربية بالتحديد فيعتمد عليها في الزراعة الآن أريد أن أتعرف على أهم الواحات التي موجودة في بلادنا أهم الواحات التي موجودة في بلادنا عزيزي التنميذ هي واحة عين تمر وبالتحديد هنا مكانها واحة عين تمر نعرف عزيزي التنميذ واحة عين تمر وهي من أهم الواحات الموجودة في العراق وتقع في محافظة كربلا وتنتاز عزيزي التنميذ هذه الواحة بجمال الطبيعة وكثرة البساتين وخاصة بساتين الحمضيات وأيضا بساتين التمور أما الواحة الأخرى فهي كبويسة وأيضا عندنا الرحالية وتقع في الهضبة الغربية في محافظة الأنبار غرب العراق إذن كبويسة والرحالية نعرفهم أيضا تعريف هم من أهم الواحات الموجودة في الهضبة الغربية وتقع في محافظة الأنبار أعزائي التنميذ بعد أن تعرفنا على أهم الواحات اللي موجودة في العراق أطرح عليكم بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس أعزائي التنميذ سؤال آخر هو املأ الفراغات التالية بما يناسبها أولا ينبع نهر الفرات من الأراضي التركية وأهم روافده فراغ وفراغ وعندما يدخل سوريا يصف عند ضفته فراغ رافد فراغ وفراغ لتصبح العبارة كاملة ينبع نهر الفرات من الأراضي التركية وأهم روافده هو فرات صو ومرات صو وعندما يدخل سوريا يصف فيه عند ضفته اليسرى رافد البليخ والخابور ثانيا تعد مياه فراغ وفراغ المصدر الرئيسي للموارد المائية في العراق عزيز التلميذ تعد مياه الأمطار والثلوج المصدر الرئيسي للموارد المائية في العراق ثالثة يصف في نهر دجلة عدة روافد بين فيشخابور وجنوب مدينة بغداد هي فراغ وفراغ 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 يصف في نهر دجلة عدة روافد بين فيشخابور وجنوب مدينة بغداد هي رافد الخابور الزاب الأعلى الزاب الأسفل العظيم وديالب رابعا إلى جنوب من مدينة البصرة يصف في شط العرب نهر فراغ لتصبح العبارة كاملة عزيزة الميذ إلى جنوب من مدينة البصرة يصف في شط العرب نهر القارون الدجيل خامسا البحيرات على نوعين فراغ وفراغ الجواب البحيرات على نوعين بحيرات طبيعية وبحيرات إصطناعية سادسا يستفاد من الأهوار فراغ وفراغ يستفاد عزيزة الميذ من الأهوار هي كمبازل طبيعية وأيضا يستفاد منها لصيد الأسماك أعزاء التلاميذ إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم شكرا لكم وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر